السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من one hour networking موضوعنا هاي المرة راح نتكلم عن الشبكات الخلوية وعن طريقة يعني تركيب هاي الشبكات يعني احنا طبعا يعني مخصصة هاي الفيديوهات لجماعة او اللي هم دخل بالاتصالات لدارسين يعني اهندس اتصالات لدارسين حتى شبكات يعني حتى يعني اذا مجال الكهرباء بشكل عام لكن يعني مجال الاتصالات بشكل اكبر يعني كثير السؤال اللي بنسأل هو شو فايدة الاشي اللي انت بتعلمه بالجامعة اذا انت ما بتستخدمهوش وفعليا يعني هو مفيد لكن وين استخدامه او وين الاشي اللي احنا مستخدمه بمجال الاتصالات احنا تعلمنا اه سيجنالز ان سيستم الاشارات والانظمة تعلمنا بروفيباليتي اللي هي الاحتمالات تعلمنا كمان اللي هي يعني الالكترونيات بشكل عام والكوميونيكيشن سيركيتس او او الدوائر اللي خاصة بالاتصالات اه تعلمنا كمان دي اس بي دي جزا سيجنال بروسيسنج اه وتعلمنا اه يعني فيه ناس اخذوا مو اللي هي انظمة اتصالات متحركة الموبايل وال الرادار مثلا كانوا من انواع الاتصالات فيه ناس اخذوا اه الساتيلايت كوميونيكيشن اتصالات عن طريق الساتيلايت كلها هاي يعني اللي احنا اخذناها هي يعني بالوضع اه خليني اتكلم انه هي نظريات يعني اكثر مما هي تطبيق عملي وكمان مجال التصنيع اكثر مما هو مجال يعني اللي احنا منشوفه احنا احنا مستخدمين للتكنولوجيا واحنا مش مصنعين احنا مستهلكين كمان يعني احنا مستخدمين ومستهلكين احنا مش مصنعين كل اللي احنا بنتعلم بالجامعة هي طريقة التصنيع طريقة التركيب مش التركيب طريقة يعني اللي المفروض يعني انه هاي الاشياء تكون بمراكز الابحاث وتكون بمراكز او بالمصانع لكن انت بتتعلم هاي الشغلات لكن احنا ما منصنع وما في عنا مراكز ابحاث يعني بشكل كبير فهونا بتصير الفجوة يعني فجوة كبيرة يعني انا هاي الصورة اللي امامكم حاليا هي بتمثل كل نظام الاتصالات وهو الاشياء النظرية اللي احنا تعلمناها بالجامعة يعني احنا تعلمنا بالجامعة عن طريقة انتقال الاشارة من يعني الابراج كيف الانتين عن طريق يعني الكهرومغناطيسية كيف تتحرك يعني التيارات الكهربائية الكهربائية داخل الاسلاك فبتم توليد مجال الكهرومغناطيسي مجال الكهرومغناطيسي هو اللي بنقل اشارتنا من الجهاز الخلوي لا الانتين او اللي انتو بتشوفوه بالشارع اللي هو برج الاتصال برج الاتصال خالي من اي يعني ذكاء بحيث انه هو بس عبارة عن مرسل مستقبل للاشارة مش هو اللي بيحدد حتى الفريكوانسي فبرج الاتصالات هذا اللي في الشارع هو فقط عبارة عن الانتنات عبارة عن وسيلة اتصال بال بيس ستيشن كونترولر الكنترولر هو اللي بتحكم بالبيس ستيشن فطبعا البيس ستيشن بالوضع الطبيعي هي كمان بتكون لها مزود بالطاقة منشوف كشك صغير بجنب البرج الاتصال هذا البرج او هذا يعني الكشك الصغير هذا هو فيه جواته المولدات وفيه يعني الادوات هاي الخاصة فيها اما هي ما بتتخذ قرارات وما فيه لها اي نوع من انواع ذكاء يعني هي عبارة عن لو اجينا على الشبكات فهي عبارة عن فزيكال لاير ممكن توصل لدرجة الداتا لينك لاير فقط الان البيس ستيشن كونترولر بربط مجموعة من الابراج بتم عن طريقه عملية الانتقال من برج لبرج يعني انت لما تكون ماسك الجهاز الخلوي وخرجت من تقطية اول محطة فانت لما تنتقل للمحطة الثانية ما لازم ينقطع الاتصال لازم يتم عملية نقل مباشر للمكالمة تبعيتك هاي المسؤول عنها البيس ستيشن كونترولر كمان البيس ستيشن كونترولر مسؤول عن طريق توجيه الاشارة وبأمر البيس ستيشن علشان تحدد المدى اللي تغطي فيه الاشارة كمان مثلا شو الفريكوينسي اللي تستخدمها البيس ستيشن فكل هذولا بيشكلوا البيس ستيشن سب سيستم طبعا البيس ستيشن كل بيس ستيشن كونترولر موصول عن طريق بيس ستيشن عن طريق يا اما المايكرويف يا اما الفايبر يعني فيه طريقة معينة بيتم الاتصال فيها علشان يعني يصدر اوامره وعشان يتلقى الاشارة كل هاي الابراج او السب سيستم يعني بيتم وصلهم مع موبايل سويتشن كونترولر الموبايل سويتشن كونترولر بيكون هو مسؤول عن بيس ستيشن كونترولر يعني هو المسؤول عن مجموعة حتى مش ضرورة يكون بس واحد وهو بيكون يعني الطبقة الدنيا بعمليات النتوركس يعني هون احنا قاعدين بنحكي عن 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 البنية التحتية للشبكة كل هاي بتكون يعني لهون بيكون خلصنا موضوع الشبكات الان الشبكة بتكون موصولة مع نظام كامل موصولة مع نظام علشان يصدر الفواتير موصولة مع نظام علشان يعني موصولة بنظام علشان يحدد كل واحد من صلاحياته موصولة بيعني الهوم لوكيشن ريجستر اللي هو اللي بيحدد كل واحد كل بطاقة كل سم وين موجودة وايش معلومات الشخص عنهم بيحدد الاكومنت يعني ايش النوع الجهاز اللي انت بتستخدمه معلومات يعني خاصة عنها الموضوع الاساسي انه كل موبايل سويتشن كونترولر هو في عنده فيزيتر فيزيتر لوكيشن ريجستر فكل فيزيتر لوكيشن يعني انت حاليا موجود على في خليل نفرض انه في عنا في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب ثلاث موبايل سويتشن كونترولر كل موبايل سويتشن كونترولر مع فيزيتر لوكيشن ريجستر فانت لما تنتقل من الشمال للوسط بتنتقل يعني كل هم موجودين بالهوم لوكيشن ريجستر بس انت بتنتقل مثلا من فيزيتر لوكيشن تبع الشمال للفيزيتر لوكيشن تبع الوسط للفيزيتر لوكيشن تبع الجنوب يعني بتتنقل بينهم طبعا هذا كل اياته كمان بيكون مربوط مع شبكة أخرى يعني شبكة لشركة أخرى عن طريق موبايل سويتين كونترولر طبعا في عندك كمان اللي هو اللهم صلى على سيدنا محمد بيكون في عندنا طبعا أوبريشن سنتر اللي هو بتحكم بكل هاي العمليات بيشوف مثلا إذا في صار عندي مشكلة بحد الأجهزة لازم يكون عندي مكتب عشان شوف شو صار بكل البيس ستيشن عشان يسجلي إذا في صار مثلا مشكلة على تغطي بمكان معين صار في عندي إنهاء لمكالمات بطريقة مش طبيعية أو فشل المكالمات يعني عمل دروب للمكالمة مثلا في عندي لازم يكون يعني لازم شبكتي تكون قادرة على تحمل ضغط معين فأنا كله هذا بيكون موجود بعد هاي يعني إحنا هنا فينا الليفل الأول الليفل الثاني الليفل الثالث فيه السيرفرز فيه الخدمات خدمات مثلا المسيجز مثلا الإنترنت الميل أشياء هاي بعدين بيجي المانجمنت آخر شيء اللي هو الطبقة الأخيرة فيه بيكون فيه يعني تحكم اللي بيكون فيه يعني الفواتير إصدار الفواتير بيكون فيه عندك اللي هي الويب انترفيس يعني يعني الواجهة اللي بتدير عن طريقة كل هاي الشركة زي ما قلت لما تفوت على مثلا سيرفر معين فيه ويب انترفيس بيحدد لك مين الناس شو صلاحياتهم ايش الأقسام الموجود عندك بهذا الموقع على الانترنت وهكذا طبعا هاي أبسط شيء هسا الآن كيف بدنا احنا ننشئ يعني بننشئ شبكة مثل هاي الشبكات مثل سيليون نتوركس احنا بدنا بيست ستيشن ما فيه هنا بيست ستيشن نستعيض عنه ب وايرلس يعني واي فاي وايرلس واي فاي اكسس بوينت بتقدر تستعيض عنه كل اكسس بوينت طبعا كيف بدي يعني اعمل بيست ستيشن كنترولر مين بيست ستيشن كنترولر مثلا انا عندي راوتر عليه اكثر من وايرلس اكسس بوينت بصير اندي بيست ستيشن كنترولر الان نتورك سب سيستم كيف بدي ابني هاي النتورك سب سيستم اللي بعديها بكون كل الراوتر اللي لهم وايرلس اكسس بوينت اللي هي بيست ستيشن موصولة على هذا السويتش والسويتش الان بدو تصير موصول مع السيرفيس اخر شيء يعني مثلا بدو تصير في عندي voice over IP system لعب ليش بدي اوصل الاجهزة الخلوية بالبيست ستيشن اذا ما في كان عندي خدمة اجراء المكالمات او خدمة مثلا تصفح الانترنت او مثلا بعث رسائل هذا كله بتم نقله للسيرفر الشبكة كلها موجود عشان تربطني بهاي الخدمات وهاي الخدمات انا لازم يكون في عندي لفل بعديها اللي هي عملية ادارة لهاي الخدمات فانا لازم اتحكم بالسيرفر اشوف قديش عليهم مستخدمين قديش عليهم ضغط مين مثلا اذا صار فيه هجوم على الشبكة اذا صار فيه كذا فهاي هي الشبكات يعني نظرة سريعة على الشبكات شاكل الاستماق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة